السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة ديدو سامودي هالنهار ان شاء الله سنقدم الحلقة ديال احتباس الحراري كيفاش غادي انتفادا واسموه هو الاحتباس الحراري احتباس الحراري وهو فصل الصيف هورا تقريباً غادي دخل ان شاء الله لطريقة ديال التهويات طريقة ديال التضليل كيفاش نضلع الانانيب كل واحد اسمو كيفاش دير للطريقة كينوحد النوع من الناس كيبنيو بالحجر وكيخليو واحد الشريج مات ولكن ما كيتفقدوش الارانيب ديالهم بشكل يومي اسمو كيوقع هادوك الارانيب كيوقع لهم حتباس حراري اسمو المشكيل وهو المشكيل هو في الاكل الاكل في الصيف انا كان نصح ويعني عند جريبة كان نصح جميع المربين انهم ما يعطوش الارانيب ديالهم الاكلين السيكالين ما يعطيهم انهمش بالنهار انتو ما كاتبالكم غريبة هاد القضية ولكن خاسكم تفهمو انه الماء انه كيكون الحسيباس الحراري يعني واحد درجة عالية ديالحرارة كيبقوا ياكلو بشكل عادي يعني بحر المشتاء بحر الخريف بحر الربيع بحر الصيف الصيف بوحدو انا مشيتوا تعطي فيهم الماكلة بشكل عادي عارفو انه انكم راكم غالطين را كتجي واحد نهارتو كتلقى شي واحد ميز كتقول علاش يكما را الصهد هو اللي يغلبوه الصهد را ما كيغلبش الانانب الصناحيح ما كيفاش نعارفو كيفاش نتعاملو معهم يعني الطريقة كيفاش نتعاملو كيفاش غادين نوصلو لهم يعني التربية السليمة كيفاش غادين نوصلوها لهم كيفاش نعرفوه الارنب كين الارنب كيكون وافي وما كنعرفوش حنا يبلي مثلا نره من فوق في واحد جهة مننا ولا مننا لان هو كيكون وافي ما ما غاديش نعيقو بها طريقة وهي تهزو الارنب فالطريقة عادي تهزوه من الرجل ومن اليد ديالو وغادي تديروه كأنه هو قرعة او واحد القنينة غادي تشدوه بحلقه 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 هو كله كيتمخدوه وقد حطوه دنيكم احدى الكرش ديالو وهانتم هاد الصوت هذا بالضبط انا غا نسمعو لكم بالضبط كتسمعوه من كيكون عندو حتيباس حلالي هذا هو الصوت من كي تسمع في الارنب من كيكون عندو حتيباس حلالي يعني كأن الكرش ديالو كتكون فيها الماء تمارا عرفوا راه تصافي راه احتيباس حلالي حاولوا انكم تقطعوا عليه الماكلة في الصباح اعطيه في الليل ثم غا تبالكم غريبة ولكن راه هادا هو الطريقة السليمة لتجاوز ذاك المرحلة ديال الاحتباس الحراري احتباس الحراري شحال موحضرة معايقش بيه كيقول يوصافي انا يا الصيف غادي نغطي ليهم زيان ولكن الماكلة غا نقول عطيهم عادي هادا هو الخطأ الصيف الماكلة ديالو ماشي هي ليا ماكل العادية بنهار حاولوا ما تعطيهم ماشي لماكلة راه ما غادي يضعافوا ما غادي يطرانهم شي حاجة ما غادي يعني نقصوا فلوزن راه عادي ذاك الشي اللي كتعطيه لهم بنهار حاولوا تعوضوه في الليل أعطيهم موجبة كافية يعني مثل تعطيهم وجبة كبيرة أعطيهم موجبة ونص فالليل فالليل وخليهم هاداك الليل كامل يتمتعوا بيها راه مصافرها كافية عطيهم وجبة يعني ماشي جوج واجبات كما مول فين لعطيهم وجبة وحدة ونص فوقش عطيهم هالهم في الليل ولكن الما بدون نقيقة هاداك الما حاولوا أنكم 24 ساعة لـ 24 ساعة ولكن بالنسبة للأكل ممكن أنكم تعطيهم هاداك الخص إذا كان موجود عندكم إذا كان متاح إذا كان موجود عندكم إذا كان متاح إذا كان ممكن تعطيهم هاداك البقايا ديال اللاح إني عيكا بشك تبردو عليهم وصافي إن الصيف الإنسان هو ما كيحتاملش هاراك عاد القناين الألاني بلك يكونوا عاد مكسيين بواحد غيطاء وفر وعطيهم سيري ربي إذن اسموا الطريقة أنكم ما تعطيهمش لماكلة باتاتا بالنهار ولو خيبة لك الأرنب غيك تجيه هو كي ينقز عليك وكي بقيش مشن فيك رامس كين بغي يأكل ولكن ما تعطيهمش لماكلة بنهار إذا بغيتوا تعيشوا الآن لاني بديالكم سلام يعني في فصل الصيف إنها هدي الطريقة المتلى ويعني مجربة ما تعطيوش الآن لاني بديالكم الماكلة وإن شاء الله هدي تجاوزوا الفترة دي الصيف بأمان إن شاء الله طريقة راني وريدكم غي قرعة عادية شوفوا ذيك الصوت اللي كتعملوا عليه القرعة هارا غادي تلقوه في كرش الأرنب ما فيها بس أنه تديروا هاد العملية واحد سيمانة من سيمانة سيمانة ولا باش اللي حسيتوا به بدكي أطر عليه الحتيباس الحراري صافي يتفرز على جنب وحاولوا أنكم غيت جوعوش شوية إن شاء الله هديوا اللي يمزين بالإضافة إلى البيكربونات هذيك را بين بيكربونات الصوديوم وحد المعلقة ديروا لكم ديروا معلمة راتها هي كتفي بالغارة ولكن هاد شي أرا موضوع مهم بزاف إحنا يدخلين على الأبواب ديكة تفتح للصيف الصيف راش حال مواحد كيكونوا عندو الخلفات بزاف يعني في ليامة الأربع والشتاء والخريف وكيقواوا يموتولوه في الصيف وكيقول اللي نارة كي أطر عليهم الحرارة هي را مشي الحرارة را الاحتباس الحراري والطريقة ديال لإعطاء ديالهم الأكل إذا هدا ورح موضوعنا ديال هاد حلقة ديال هاد النهار ساندونا تكي ولا زير جام ولمازال مشاركش معانا يشارك وتكي ولا زير جارس كي يصليكم جديد إن شاء الله إلى اللقاء في الحلقة المقبلة اشتركوا في القناة